جداً في كلامي ومحدد للأسف في ناس كتيرة ما تعرفش إن المنابر الإعلامية والظهور عليها أمر له احترامه وله مبادئه يجب لما تطلع في أي منبر إعلامي يجب أن تحترم عقول المشاهدين وعدم تحكم الأهواء والمصالح الشخصية أو شهوة صناعة التريند يعني مثلاً يطلع علينا لعيب كرة سابق في أحد البرامج معروف عنه أنه يدور على التريند واللقطة والشهوة الإعلامية لا ينظر إلا لهذه الأمور فقط لغير يقولك إيه تخيل حضرتك أنه حتى هذه اللحظة ممكن حد يطلع يقولك أن كولر ضعيف فنياً وأنه مش بيعرف يديري المباريات طب لو كان بيعرف يديري المباريات كان حصل إيه يعني أنا مستر مرسيل كولر لعب خمس بطولات خد الخمس بطولات وبيتقال علي دلوقتي من واحد مفترض أنه هو لعيب كرة ولكنه إيه هو التريند من المفترض أنه هو مش التريند بتاعنا بإيه هو التريند التريند مش برنامجنا يعني التريند اللي بتشوفوه حضراتكم بيحصل فيطلع يقولك أصل كولر ضعيف وأن إدارة الأهلي بتتدخل في سياسات كولر الفنية وبتجبره على تشكيل معين وطريقة لعب معين والله العظيم تلاتة أنا حزين على هذا المستوى اللي وصلنا ليه في الإعلام الرياضي حضرتك الكلام ده ممكن يكون يحصل في عنديها أخرى ولكن صدقني عندنا النادي الأهلي لا يحدث فيه هذا الأمور فممكن تكون أنت معتاد على كده ومتخيل أن الكلام ده يكون عندك في النادي بتاعك أنا معرفش مع أنك عارف كويس جدا أن الأهلي ما ينفعش يحصل فيه كده لأن تصريحاتك دي بتدل على أنك مش عايش معانا أساسا على عرض الواقع كلامك لا يمت للحقيقة بأي صلة دحك على الدؤون وبحث عن الترند فقط واللقطة لا غير دحك على الدؤون والله العظيم دحك على الدؤون وترند فقط دخل في منطقة صعبة أوي يعني الناس كلها بتقول على كولر كويس فاطلع أنا أقول عليه وحش عشان الناس تبص عليه يعني مستر مرسل كولر تو وجه بخمس بطولات ما هو المطلوب منه مرة أخرى أنا عارف أن أنت لو ما عملتش كده هتقعد في البيت أنا ده متأكد منه وعرفه وحافظي هذا الكلام ويا ما قلته يعني بسيبك كتير تقول لكن الحقيقة أن أنت كلام مردود عليه يعني مش محتاج أن أنا رد ومش محتاج أن أنا أقول ولكن الحقيقة في بعض الأوقات الكلام بيكون بيدحك بس ودي شغلتك بالمناسبة أنت بتدحكنا بس عارفين العرائس الماريونيت اسمها اللي هي العرائس الخشب كان واحد من فوق كده يقعد يحركه وهي العرائس تحت هي اللي بينه العرائس ولكن الحركة اللي بتحركها من فوق الإيدين بحاجة شبيهة كده أنت شبيه بكده فالحقيقة لأنه ما لقيتش غير كولر اللي تقول عليه كده موسم واحد خد خمس بطولات في الآخر تطلع تقول عليه ضعيف فنياً يعني يبقى حضرتك كده تشوف حاجة تانية تتكلم فيها بعيداً عن كرة القدم ممكن تتكلم في المطبخ تتكلم في الموضة تتكلم في أي حاجة لا يعني حتى دول مش هتعرف تتكلم فيهم لأن الحقيقة بكلامك ده طالع تقول الناس أنك ملاكش في حاجة ملاكش في الكرة ولا في التحليل ملاكش في حاجة خالص طب اليومين دول يعني حتى أخي امشي مع الموجة لكن أنت عايز دايما تبقى ضد الموجة علشان الناس تبص عليك وتتفرج عليك لما كولر المتوج بخمس بطورات وكل شوية حقولها في هذا الأمر يبقى ضعيف فنياً إما المين اللي قوي فنياً وسيريو؟ قوي فنياً على فكرة بالمناسبة يعني كابتن إهاب جلال في الإسماعيلي قوي فنياً طبعاً ولكن محدش شو مخد بطولات تاني هرجع أقول تعاقدوا النادي الأهلي مع إمام عشور مش كده نسهل مش أنا اللي بقول الكلام ده على فكرة هو اللي طالع يقول هذا الكلام هو ده إعلام يا جماعة إحنا بنحاول والله العظيم من فترة إن إحنا نشتغل طول عمرنا يعني في قناة الأهلي بنشتغل إعلام للنادي الأهلي فقط لغير إحنا هنا قنافة قوية فمن حقنا نشتغل على هذا الأمر ومع ذلك بنحاول نعمل إعلام هادف وبنحاول بنحاول إن إحنا نوصل للموضوع بكرة القدم المصرية علشان نقول لكم بعض الحلول اللي النادي الأهلي بيقولها دايما في بياناته كل حاجة اتطورت من حوالينا في البلد إحنا دلوقتي في حاجة في بلد جديد اسمه الجمهورية الجديدة اللي الرئيس بيبقى حريص فيها على كل حاجة ولكن هي مثل هذه الشخصيات اللي بترجعنا مئة سنة وراء لأنه هو مصمم على إثارة جدل وعلى حساب استقرار الشارع الكروي هو أنت بيش فهم أنت بتعمل إيه أنت بتصنع فتنة بتصريحتك النادي الأهلي لم يتعاقد مع أمام عشور إلا علشان حمدي فتحي مشي فلازم تجيب حد من ناحية حمدي فتحي أو شبه حمدي فتحي أو التعاقد اللي يبقى قريب من حمدي فتحي زي إمام عشور وده جي وفقا لرغبات متبادلة ما بين الطلافين أتمنى أن يكون فيه فلترة لللي بيتقال على الشاشة يا جماعة عيب جد الكلام ده والله العظيم تلاتة عيب مثل هذه الأمور أتمنى أن تنتهي مثل هذه الأمور أتمنى أن أنا أطلع ما يبقاش عندي حاجة أتكلم فيها في حق صد ولكن كل يوم يطلع يتكلم ويقول نفس الكلام ويقول نفس الأصل كيد نسا في إمام عشور وفي حاجة أتكلم كيد نسا في الكرة النادل آلي هيدفع 4 مليون جنيه ولا تكام معرفش إمام عشور 2 مليون 2 مليون جنيه تقريب 2 مليون دولار أنا آسف ولا 2 مليون رقم اللي دفعه النادل آلي عشان يكيد النسا في إيه الكلام الغريب اللي أعب بيسمعه ده سيبكم من الأخبار دي بقى وخلينا نروح للخبر اللي يهم ويخص الأهلوية أنا آسف إن أنا اتكلمت في هذا الخبر ولكن كنت مضطر إن أنا أقول يا جماعة الماريونت دول إرحمونا خلينا روح للخبر اللي يهم الأهلوية ويهمنا كلنا واللي يهم لعبت الكرة يعني إن احنا الناس اللي بتحب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية بكرة 11 صباحا في المملكة العربية في كل العالم بكرة 11 صباحا قرعة كاس العالم للأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي للمرة الرابعة على التوالي المرة الرابعة على التوالي كولر ضعيف فنية والمرة التاسعة فيه تاريخه واللي هي أرقام قياسية وفاز بميدليات بروندية ثلاث مرات قبل كده تاريخ علامي جديد في انتظار النادي الأهلي وبحسب قرار كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم هيكون كابتن حسام غالي هو منذوب النادي الأهلي في أرعة كأس العالم للأندية بكرة إن شاء الله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الأهلي بيشارك للمرة الرابعة على التوالي وبصفته بطل إفريقيا بعد تتويجه بدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي الشقيق نطلع نشوف هذا التقرير عن ملك إفريقيا للمرة التاسعة والرابعة على التوالي في كأس العالم للأندية